ندخل في موضوعنا يعني أبتدي معكم الأول قبل ما أتكلم عن كورة أوروبية واتكلم على موضوع حلقاتنا النهاردة عايز أخد تقيمكم لانطلاقة روي فيتوريا يعني لعب مطشين صحيح منتخبات مش مصنفة أو مش يعني مش منتخبات قوية قوي فرأيك إيه في التجربة إيه الحاجات اللي إحنا استفدناها هل ظهرت يعني بدايات أو بوادر بصمات روي فيتوريا مع المنتخب الوطني هو آه إحنا ما تأهلنش لكاس العالم بس ده مش معناه أن إحنا اللعب نايجر ولايبيريا أعتقد دي المرة الكامل اللي إحنا اللعب فيها لايبيريا أو اللعب فيها نايجر أتكررت كتير في السنين الفاتر أو تكررت كتير والمنتخب حتى الأولمبي بلاعب بينين مطشين أو حتى بينين اسم زكر كتير فالتجربة بالنسبة لي هي تجربة سهلة ورغم سهولة التجربة أنت مفروض كمنتخب مصر في المباراة السابقة المباراة الوديلة بتبقى سهل على أرضك أعتقد كان بيبقى فيه عروض أفضل من كده آه بداية روي فيتوريا وآه هو لسه ما يعرفش اللعيبة والقايمة بتتغير وهو أعطى تجارب للعيبة كتير بس أنا كنت عايز أشوف ملامح أفضل من كده شراسة هجومية أفضل من كده آه العناصر وخصوصا في المطش التاني بعد محمد صلاح ما كانش موجود العناصر الهجومية في المنتخب الوطني أنا بشوفها كأسماء يعني ما تغيرتش ما تغيرتش وكان مطالب روي فيتوريا أن هو يدخل عناصر الهجومية جديدة ونشوفها أكتر ونشوف تجربة يعني تريزي جيه آه ما فيش اختلاف على تريزي جيه وهو لاعب كبير لكن كنا عايزين نشوف لاعب تاني بالدور المصر بياخد فرصة في المركز ده أحمد رفعت كنا عايزين نشوفهم مع المنتخب بعد بتقلقه في البطولة العربية ما أخدش فرص بعديها في أكتر من لعب كنا عايزين نشوفهم في المراكز الهجومية تحديدا خاط الوسط برضو ما كانش فيه تجديد عن المبارات المبارات النيجر شوفنا نفس الأسماء شوفنا آه محمود حمد أثبت نفسه وكان لعب جيد ولكن عايزين نشوف أسماء محمود حمد أقليب الدنيا بس كبير يعني هو كبير في سنه حتى كبير هو الراجل نفسه تكلم عنه وقالك يعني أنت زي ده أول مرة يلعب بس أنت عايز إيه يعني أنت عايز إيه أنت عايز تستدعي لعب عنده 28 سنة أو 30 سنة ولا عايز تعمل لعيبة جديدة للمنتخب تدي لعيبة خبرات تكسب لعيبة هتفيدك في المستقبل هتبقى موجودة على الألف كاس العالم 2026 أو في بطولات الأمم اللي جاية محمود حمد لعيب كويس وفي الدور المصري كان واحد من اللعيبة المميزة لكن هو لعيب كبير في السن ومع مرور الوقت مش هيقدر بدنيا خصوصا أنه هو لعب وسن ملعب يقدي مش عايزين نظلمه هو لعب كويس وكل حاجة لكن أنا أفضل في مركزه يكون لعب أصغر في السن ليه حتى لو لعب مش بنفس المستوى ولكن هيكتسب خبرات ومع الوقت هيفيدك بعد كده في المستقبل التجربة الجاية بالنسبة لي كان إمام عشور أنني وأكرم موجودين يعني موجودين وهو لعيبة كتير من اللي خدت التجارب دي مش هتكون موجودة في الفترة الجالة إن فيه لعيبة أساسية هتطل عليها لو بتتكلم على كاس عالم 26 70% مسكواد المنتخب ده مش موجود في كاس عالم يعني مشروع أنت جبت روي فيتوريا العقد بتاعه أربع سنين وقلنا إن هو ده مشروع للمستقبل وفيه أفكار إن روي فيتوريا هيقدر يعد منتخب قوي ولكن أنا شايف نفس الأسماء موجودة أنا شايف نفس خطة اللعب اللي أنت متلعبش بيها في الدور المصري أربعة تلاتة تلاتة طبقها الأول في المراحل السنية وطبقها في الدور المصري بعد كده استفيد منها في المنتخب لكن ما جيش تلعب في المنتخب بخطة لعب وأسلوب لعب مختلف تماما عن عنديد الدور المصري السلاسي الموجود في وسط الملعب مش موجود في الدور المصري مش موجود في المنتخب الأولمبي ومش موجود في المنتخبات الشباب لازم اللعيبة لازم بقى فيه هوية واضحة ومشروع واضح أنا قلت روي فيتوريا هيجي هيبقى فيه أسماء جديدة شابة صعيدة بيتم إعدادها للبطولات المستقبلية لكن أنا شفت في الاختيارات وفي المباراتين الوديتين نفس الأسماء وكان فيه ملاحظات كبيرة يعني لو اتكلمنا عن اللعيبة مش عايزين نذكر اللعيبة بالإسم لكن هي كانت موجودة الفترة اللي فاتت وفي قمتها مقدمتش المنتخب المصري منهم اللعيبة كانت موجودة في كاس العالم 2018 وكانوا في قمة مستواهم ومقدموش المطلوب بيجوا بعد كده بعد تقدمهم في السن وبعد ما خلاص يعني أعتقد أنهم في مراحلهم الأخيرة في مسيرتهم بينضموا تاني للمنتخب المصري وبيتواجدوا بشكل أساسي في المبارات الوديتين أعتقد كان التغيير يبقى أكبر من كده شوية في مكاسب لفتت نظرك خالد في المعسكر وفي الموطشين أسماء جديدة إضافة للسكواد طريقة لعب حاجة تغييرت عن مرحلة كيروش عن مرحلة حسام البدري مش قادر أقول مرحلة إهاب جال طبعاً لا طبعاً لكن شفت حاجة مختلفة في شكل المنتخب بص الفكرة محمود حمادة طبعاً واحد من المكاسب اللي أنا شايفة في المنتخب ومختلف مع فاروق فيما يخص أنه إحنا بنعدل المستقبل ولا بنجيب بلعب عن 28 سنة لأنه هو مش ذنبه أنه انضمه هو كبير في السنة لا طبعاً مش ذنبه بالضبط يعني هو يلام في ده المدربين السابقين اللي ما كانوش بضمه محمود حمادة وهو عنده 23 سنة و25 سنة إنه هو بينضمه هو عنده 28 سنة حاجة تحسب له وحاجة نبني عليها عشان نبص بعد كده للمواهب التانية اللي مبارة الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمحترفين والكلام ده كله اللي نحن عندنا مواهب في كل فرق الدوري تقدر تمثل المنتخب مبارح بنشوف إسلام عيسى تقريباً أول مباراة دولية ليه بيقدر يصنع هدف عن طريق الحصول على ركلة جزاء لهدف الثالث اللي أحرزه أحمد حسن كوكا مكاسب شفت مكاسب ولكن ما أقدرش أبني على المكاسب دي لأنه زي ما فاروق مقال بالزبط أنا متفق معاه تماماً أولاً إنه طريقة اللعب اللي ما بنلعبش بها في الدور المصري مش عارف ليه الإصراع على 4-3-3 خاصة أننا انبسطت جداً لما روي فيتوريا جيه مع وجود ساعتها كان سوارش وفريرا فالتريول البرتغالي الفلسفة واحدة فممكن يوحدوا خطة اللعب بما يصب فيه مصلحة المنتخب ولكن فجأت تاني 4-3-3 بنفس الوجوه زي ما كان فاروق ما بيقول الوجوه مش هي المشكلة لأن الوجوه هي أبرز الوجوه اللي موجودة أنا ما عنديش مشكلة أن هم الوجوه دولة هم اللي يلعبوا لأننا ما عندناش في خط وسط منتخب مصر أفضل من طارق حامد محمد النني حمدي فتحي عمر السلية ما عندناش حد أفضل من دول ما عندناش صنوع لعبة أفضل من أفشة من عبدالله السعيد ما عندناش مهاجمين غير العدد الموجود فالوجوه مش هي الفكرة يعني لو عايزين نبني من تحت خالص لأنه اتفربنا مثلا على مطش المنتخب الأولمبي وبينين زي ما كان فاروق لسه ما بيقول ما فيش عندنا مواهب في المنتخب الأولمبي بشكل يعني المنتخب الأولمبي اللي قبله كان مميز جدا اللي قبله كان مميز جدا اللي قبله كان مميز جدا دلوقتي بابص على المنتخب الأولمبي ما فيش الموهبة الفذة اللي ممكن يحترف اللي ممكن يتصاعد فيرستين منتخب مصر اللي هو منتخب مصر الأول ما فيش الحاجة فاحنا دلوقتي مش في مرحلة بنا احنا دلوقتي في مرحلة الساتلينج في مرحلة ان احنا نستقر على السكواد من العناصر المميزة اللي عندنا بالخطة اللي احنا عارفينها انا نفسي نرجع تاني نلعب 4-2-3-1 في المنتخب مصر او نلعب زي في ريلا ما بيلعب في الزمالك 3-4-3 او 3-5-2 زي ما كان منتخب مصر ما بيلعب مع كابتن حسن شحاد بس 4-3-3 احنا مش عارفين نكو باب معها مش عارفين نتوافق معها صحيح